انتقادات جمّة وجهت لدونالد ترامب أحد الساعين لترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية عقب المصادمات التي حدثت في تجمعاته الانتخابية في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي وأخرى في مدينة كليفلان بولاية أوهايو والأخيرة في مدينة كينزاس بولاية ميزوري اضطرت الشرطة فيها إلى استعمال رذاذ الفلفل لتفريق المتجمعين سواء من المؤيدين لترامب أو المعارضين له الانتقادات كانت في مشملها أن ترامب يشجع على خطاب الكراهية ما يغضبني من ترامب هو موقفه من الهجرة والمهاجرين نحن نحب الذين يلجأون إلينا لذلك نريد أن يخسر ترامب ترامب بدوره رأى أن الشعبية التي يحصدها تدفع مرشحين أخرين إلى التآمر عليه لإفشال تجمعاته الانتخابية موجها اتهاما صريحا في ولاية ميزوري لأنصار الساعي لترشيح الحزب الديمقراطي بيرني ساندرز هؤلاء جماعة بيرني انظروا يحملون لافتات كتب عليها بيرني هذا الاشتراك الساعي لترشح الانتخابات ساندرز أبدى استغرابه من المستوى الخطبي الذي لجأ إليه ترامب لتبرير ما حصل داعيا إياه إلى الطالب من مؤيديه عدم اللجوء إلى العنف تحت أي ظرف يتعين على دولند ترامب أن يقول بصوت عال وواضح لمؤيديه أن يتوقفوا عن العنف في التجمعات الانتخابية فهذا لا يعكس حقيقة أمريكا وينبغي أن يتوقف أما حادثة أوهايو فحملها ترامب لشخص قال إنه ينتمي لداعش شرطة أوهايو عرفت الشخص الذي صعد إلى المنصة وحاول مهاجمة ترامب بأنه ثومس ديماسيمو ووجهت له تهمة الإخلال بالنظام العام كان الرجل ينوي الحق الضرر ومع ذلك أطلق القاضي صراحة بحث رجالي عنه ووجدوا أنه على الأرجح تمي لداعش أو له صلب التنظيم هيلاري كلينتون انضمت إلى منافسها الديمقراطي في انتقاد ترامب وقالت إن من يلعب بالنار لابد أن تطاله ستبقى هناك اختلافات فيما بيننا وهذا هو ما يحصل في الديمقراطية نتحاور ونتجادل ونختلف لكن الخطاب الإنقسامي البشر لدونالد ترامب والتجيع على العنف والعدوان خاطئ وخطير ولا يبدو أن ساندرز وكلينتون فقط من استغلا حوادث العنف في تجمعات ترامب لصالحهما إذ انضم إليهما أيضا منافس ترامب ماركو روبيو الذي قال إن أمريكا تريد رئيسا يوحدها ولا يقسمها نريد رئيسا يحب كل الأمريكيين حتى أولئك الذين لا يحبونه هذا الموقف التسق مع وجهات نظري بقية الطامحين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري من تيد كروز إلى جون كيسك وتبقى الأنظار مشدودة إلى الانتخابات التي ستجرى يوم الثلاثاء المقبل في خمس ولايات أمريكية هي فلوريدا ونورث كارولاينا وميزوري وأوهايو وإلونوي التي يأمل ترامب في تحويلها إلى استفتاء لصالحه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر